ترأس سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز اجتماع مجلس إدارة الشركة اذ تم السعراض ومراجعة برنامج التحسين والتقدم في الشركة إلى جانب نتائج الأداء المؤسسي والبيانات المالية عن الربع الأول من عام 2023 وافتتح سموه الاجتماع بتهنية أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك كما شاد سموه بالجهود المخلصة في الدفع بعجلة التنمية الشاملة والسشراف المستقبلي من خلال رفع مستوى أداء الشركات التابعة وانتاجيتها وتجسيدا لرؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعى وتطلعات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حافظه الله واشهد سموه بنتائج ومخرجات مشاركة الشركة القابضة للنفط والغاز في مؤتمر سييرا ويك 2023 في مدينة هيوسن بالولايات المتحدة الأمريكية مارس الجاري تم فيه استعراض رؤية البحرين لمستقبل قطاع الطاقة والجهود المبدولة لإطلاق استراتيجية وطنية قائمة على أمن الطاقة والاعتماد على مصادر مستدامة لتوليد الطاقة خلال الاجتماع قدم السيد مارك توماس الرئيس التنفيذي للمجموعة بالشركة القابضة للنفط والغاز تقرير الإدارة التنفيذية والسعرض نتائج الأداء والبيانات المالية عن الربع الأول من عام 2023 ومستجدات الخطط التحويلية لعدد من المشاريع الاستراتيجية والأهداف الرئيسية والبيانات المالية الموحدة للعام الجاري وشهد الاجتماع مصادقة مجلس الإدارة على البيانات المالية الختامية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 واعتماد الأهداف الاستراتيجية لعام 2023 إلى جانب مناقشة التطورات والمسجدات المالية المتعلقة بالسراتيجية الطاقة الوطنية لمملكة البحرين والتعرف على أبرز تحديثات المشاريع الرئيسية والتعرف على نسب الانجاز في مشروع تحديث مصفات بابكو وحق للبحرين وكذا سمو الشيخ ناصر بن حمد التزام الشركة القابضة للنفط والغاز بالسراتيجيتها للنمو في العام الجاري من خلال المراجعة الدورية لبرامجها ومشاريعها والعمل على تسريع وطيرة التحول في قطاع الطاقة بجعله قطاعا أكثر استدامة وربحية بما يخدم تغطية احتياجات المملكة من الطاقة ويحقق أهداف الحياد الصفري المنصوص عليها خلال المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 26 وأشار سموه إلى ضرورة اتخاذ خطوات استثنائية لتعزيز قدرة الشركة القابضة للنفط والغاز والشركات التابعة لها ورفع كفاءة العمليات من خلال توظيف أنظمة متطورة صديقة للبيئة تساعد في عمليات إزالة الكربون بما يعكس الالتزامة بالمبادئ الأساسية التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة بما يضمن توفير امداد الطاقة دون انقطاع ويتماشى مع الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030